افعل ذلك فقط افعل ذلك فقط افعل ذلك فقط افعل ذلك فقط افعل ذلك ميرا المرمورة عادت اليكم من جديد مذاكرة كتير قهوة كتير امتحانات كتير ها نندبهم اهلا بكم ايها الاصدقاء في هذا الفلوغ الجديد الجميل اتمنى ان يكون جميل والله اول مرة بحيث انه عن جد انا خايفة من امتحان لانني السنة الماضية لقد سقطت في مادة الباطنة اللي وقتها كتذكروا لا لا لازم توفوا الفلوغ هذا هدموا حقيقيا اللي كانت في الفيديو الصراحة وقتها كنت عاتي كل طاقتي للبراكتيكول وطنشت الامتحان وقلت اونلاين يعني شو ما اي كرام يعني فاخذت خزوق من احكي الكومش فمن وقتها كيصار في هيك في مهكاكة واسقط في فاينر يعني او المرة يصير في حياتي بس لاني انا مزكتش وستهترض بالموضوع يعني قلت عاد يعني انا دايما لما اسوي حركة زي هيك يجي اليونيفورس ويصف عني صفاء قوي يقول لي لا انتي من النوع اللي تاخذي على قد مجهودك بالضبط والله العظيم وعمري ما بيجيني شي هيك بالساهل ويزي بيزي يا عزيزي لازم اتعب عليه مجهود تعب 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 يعني عشان في الاخر احصل عليه يعني تعودت هيك فاليونيفورس بس اني انا اميل على على الخط هذا يطرقني كث صحية من الساعة قديش خمسة ونصبة مرأة ايه طبيعنا دائما لما اصحى لازم اتمرأة شوية قدش لقت هلا الساعة ستة وست دقائق اندي محاضرة اونلاين رح تكون الساعة عشرة فلازم اذكر شوي خليني افسر لكم عشان تفهم ودخلوا معنا في روح الفيديو هذا احنا في روسيا الباطنة نمتحنها يعني ندرسها سنة ثالثة رابعة خامسة وسادسة يعني هالقد عندهم مهمة بقسموها على عدد سنوات كل سنة بناخذ ديبارتمنت معين او الشر من الديبارتمنت سنة الماضية كان كلينيكال كيسز السنة هذه لا ولما ما بيكون كلينيكال كيسز انو الكلينيكال كيسز عادي جدا انتي رح تركزي بس على كلينيكال كيسز وتحديهم وابا عندي اسهل بكتير بينما يجيب لي امتحان انا امتحان رح يكون اسي جي عبارة على كلينيكال كيسز سهل اسي جي يعني مش رح يكون اسي جي مش مقلق بقدر ما رح يكون المقلق هو يكون عنا عبارة تقريبا عنا ستين سؤال كل طالب يجيه اثنين اسئلة من هدول اسئلة بس مثلا السي كارديومايوباثي رح تحكيلوا على كلاسيفيكيشن تبع الكارديومايوباثي الاتيولوجي الساينز السيمتوم الانبستيجيشن 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 بالتفصيل المفصل لازم نعتبروا جزء كبير من طريقة العلاج شي بالنسبة لي جدا صعب لانك تخيل حتى تحفظ كمية معلومات كبيرة جدا بس هيك احلام فيكم هلا نقدر نقوم بتفضل واحلاما سهلا بكم في هذا الفلوك 5 دقائق وانا بصرح في الموضوع اما قد اديش انا انسان بتحكي كثير المهم هلا لازم اسكفوا مني انو عنجاد مضلش وقت اروح ازاكر رح فرجكم السيد ورح اقولكم قبل ما بروح التدوليس تبع اليوم عننا عندي عندي مع مدربتي بنسوي ثلاث حساس في الأسبوع أربعاء وجمع وأحد وشو كمعان ومذاكرة لازمني اذاكر المحاضرة اليوم جزء منها واحفظ واحضر المحاضرة وبعدين اذاكر المحاضرة بكرة ويا رب ما تكونش اللي في مخي انو لو كانت اللي في مخي اليوم رح يكون عنا جدا صعب سويت فاتور سريع جدا بسيط جزء من فاتوري مش فاتوري كله ايوغورد ناتوريل فراولا قهوتش طبعا ورح نحطكم هون زي العادة ونبلش نساكر let's do it اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا لدينا الكيمية الأكيوت والأكيوت 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 فأنا شفت فيديوهات عليها مفهمت الكل لكني لازم أسوي سويت بس في الأكيوت والأكيوت والأكيوت وبعد المحاضر أكمل الباقي وشوف شو رح يكون درس بكرة هذا هو الأبديت ساعد هماتوبيوتك تيشو لا يتحدث السكرتيريا لأكيوت يجب أن يجب أن يكون 25 أكيوت إنه أعزائي المشاهدين من التحول المبارك رح روحها للجيم لا خليني أفرجيكم أول شي الأوتفت الأوتفت اليوم برعاية هبليه بالأحمر يا مدام هبليه فرجيكم الأوتفت فرجيكم مير المزة راني مزة يا خياني راني مزة مين ده؟ ايه ده؟ ايه اللي أنا معايش أودا؟ ايه الفوضى اللي أنا عايشها في هاجي؟ هذه هبليه يا مدام هبليه هبليه يلا لاتس جو لاتس جو شايفين الفوضى هذي؟ هيكلها شونت المفروض نرميها ومش عارفين لسا فين راح نرميها فمغطينها هكذا بالأزرق هس كإنه دفنين حاجة يلا سيو بيبي رجالة من الجيم رح سوي هال رايز بيبور المكونات رح سوي فيها شوية اوملت تونا قجدة اللي هي سميتانا و رح حط فيها خاص الورقة بالمية بسم الله تاك 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 هكا هكا ان و يل قم بجتي تظل تدرس تظهر هكذا هل ترى؟ هيا أكلي جماعة صار جاهز ولا ما نحكي لكم شعل بنا ربط مياق رح ننظم هون السيت ونبدأ نزاكر أكلت منها طبعا قطعا موسيقى بدينة قدمتك على المقلات ماشي طيبة زي الفرن صاحبي بشكل برح أذاكر وااكل في نفسي الوقت لكي لا أضيع وقت اشتركوا في القناة 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 لازمني اسوي اكثر من كوش عشان اتذكر المعلومات راح اضل ساعة و نصف قريبا واحاول اني اكرر المعلومات وبنشوف هاي اكثر مرحلة طبعا مهمة في المذاكرة واكثر مرحلة انا بكره اي شي علاقة بالتكرار كثير او حفظ انا بكره تيبيكال ميرا فكر اني اسوي قهوة بس خايفة اني اسوي قهوة فما بنا منيح بالليل محاول اخفف القهوة اللي انها مسابتة اللي سليب دي زوردر بشكل فضيع من رمضان يا اصدقائي والوضع مش تمام عنه كيب 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 فايتين مي فراند ها ها نالم الفوضى اللي براي هذيك راح نغميها اغراث المتوايد ارثاراتس هي anflaminatoris انفلاماتوري disorder that basically affect the small joints of the hand الاثيولوجيم تح it's unknown تنجيم تكون estambar virus putting into the tcr the receptor of the t cell and triggers موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا جاهزة الكاميرا طافية ولكن ذلك مع الأسف مش رح اعرف اني انا اصابت لكم بالشامعة انا جاهزوا بالفهل الى ثمان انا سيكسي و انا اعلم انا سيكون وساقش انا سيكون هناك موسيقى انا سيكون و أعلم انا موجودا انا جاهزا و انا سيكون و حêuي بصى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ناكسوس عم ساويه وانا نرى الفوضى اما اطبخ بقلل بالدنيا كلها فوضى هون انا شعبه الراون رايس لانه غلوتن فري خمسة معلقة تقريبا رز شوف النتيجة يبايجة والله انه يا اصدقائي مر موردكم طبخ طبخه شاطرا احاول ان وصفات الدكتورة التغذية اطلع منهم اي وصفة حلوة صحية اقدر اكلها لانه هيك 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 محجمتلي حياتي ومحجمتلي نظامي الصح هذا هو اكلي صبايا هاي هي الوصفة والمشكلة الرز لسه ما نضج سويته على طريقة رز بسمتي ونسيت انه هو اصلا مش رز بسمتي شكل الطريقة غالب احقني شفت الوصفة من يوتيوب الصراحة سوف احفظ الاكل وانا انام ما اري اصلا حتى نفس اني اكل هاي هي خلطتهم في بعض اصحابي سوف اضع لكم صورة الوصفة بدون ما اخلطها كان شكلها افضل من هيك صراحة بس ما زبطت معي ايجاني الرز معجن وصراحة الله مستعا بس يلا افضل من اللاشي بالله عليكم هذا منظر واحد في اواخر العشرينات اواخر العشرينات سوف اصبح 30 سنة اوه مي جود كبرت يا جماعة احسروا حكي اني كد اوه مش موضوع اصبح الخير يا جميع بونجور 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 اوه بي خلينا نتفهموا عن حاجة خلينا نركزوا مع بعضنا شوية ونتفهموا على حاجة اخدكم مرقوعة كبيرة برش ما يعني مرقوعة كبيرة برش معنا هي انسينا مهزنة واو انا ماذا اقول على حالي كده الله ما ينفعش ان تقولوا عني كده انا بس البهزق نفسي اقول لكم ليش في فكرة في الموضوع يعني مش بقول كلام هيك على عبط مش عم زاكر بما يكفي مش عم زاكر زي ما لازم مثلا برح ما زاكر شوالشي ليش لانو انا او نفسيتي مش منيحة وليش نفسيتي مش منيحة ما بعرف فجأة بلاي حياة مفكي ليش فور اقسم بلايش اي شي في حياتي اوه انا ومعندي شهرمونات لماذا؟ انا لا اعرف لن نرماليز لن نرماليز كل شيء بعد ما اينا اينا عندي امتحان بعد اسبوع وصديقتكم مرمورة لا تفقروا شيئا يوك ات اول فلذلك لازمنا نقرأوا شوية اليوم وابلحق بالحق 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 اليوم عندي جن عندي بلاتس كلاس الحمدولة مجهزة اكلي فما فيش وقت اضيعه في الطبخ مبرح مضايعة ثلاث ساعات وما اطبخ فالمهم نحن ذاكر اليوم عندي تقريبا 5 امراض لازمني اجهزهم وكمان لو لقيت وقت بدي اذاكر امراض ثانية حرفيا لازمني اشد الهمة لانه لازم انجح لازم انجح ولازم ارتاح في الصيف ما فيش تفكير في امتحان واتمتع بوقتي يلا بدون كثرة حكي يلا روح نذاكر اذا كنت امراض تشوفوني انا مية الملمورة الحلوة الامورة اشتركوا في القناة احبوني في التعليقات تشجعوني وبس واحضنوني والله انا حاليا نقسم بالله ماحتاج احضن ومش اي حضن لا 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 لازم حضن احنيين عشان احس بالحلية والاحتوى اه اين انت يا ماما واحدة اعمرها 29 سنة وتطلب و تقول اين انت يا ماما والله يا جماعة ميغوركم ليس ميغوركمش انا حسن ان عمري قسمها من بلها 12 سنة انا مكبرتش انا مكبرتش انا مكبرتش انا اكبر اللي خذنا نروح و اصنع واعلا توافوني انا بحكية كثير بحكية كثير بحكية كثير انا ماهي منيش صحة 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 انت على فكرة اللي تشاهده والله العظيم دسة مشربت اهوتي استنوا و اللي ما عندوش شيها تكذب و نزلت مشربته مش نيعارفها هذا المعنى الشي اللي تشوفه فيه من اين لك هذا انا الم بالبسم الله اه على فكر زويت تركش كافي تركش كافي من بدون سكر وانا مش تهي ايسد كافي اذا ذكرت الحكافة حالي بكاسة قهوة انا مش رح احرم حالي من ايسد كافي في هالحر ومش رح اعطي نفسي هالشي الا لما اخلص المهام شوفوا لما اخلص مثلا ثلاثة دروس عرفتوا عشان هيك اتحفز وبكمل للدرسين اكيد مش هعطي لنفسي في اخر النهار وانا بدي انام انا بحكلك في اشياء تافى بس انتو كمان كفوا حالكم بشي بتحبوه والله ما تخيبوش الحمس اللي عندي انا حاليا اني انا اروح اذاكر عشان بس اشرب ايسد كافي في حليب اللوس والنس كافي سريع التحضير صار لي كثير زمان علي انكم ارمعة اشهر او ثلاثة اشهر عمو بشرب بس تركش كافي لانه الباقي ما لكنت اعرف اني انا اشربو بدون سكر وانا ممنوع علي السكر كليا لانه يطلع الانسولين ولانه انا مسوي دايت وانتي انفلماتوري لاو انشوغر لاو ان ابريسينك وفري ابريسينك وهلا لد سيستادي يا اصدقائي وانا انا رحبت احكي للصبح وانا رحضكم المرة هادي وانا رحضكم بشكل رحضكم هون قوضوا هاتي ومتعملوش حس اقعدوا ريضين يعيشوا ليدي وانا رحبت احكي 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 شتيش ملكم يمتغذر ترجمة نانسي قنقر 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 لكي أتعود به اليوم كامل بث مرأة مع عمزة لا أريد أن أزاكر لا أريد أن أزاكر لا أريد أن أزاكر وهذا لا أعرف ماذا أريد شيهايين بورتين اليوم ليس لابد أفكر في أشياء لا يجب أن أفكر فيها أفكر في التخصص التخصص بالمصروف بكل شيء سيتكلف لي 60 ألف دولار لا أفتح بهم مشروع أفضل تعرفوا لما يعني توصلوا على مشاريع في سنة 5 أو 6 كل الهم سيحدث في أنك أنت صر الدكتور وفي توتر كثير وكمان بتشيلوا هم التخصص عم سوي كذا بلوم بس بعدين لماذا؟ 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 لأنني سأعيش لها بكرة لماذا؟ ممكن أن الله يرزقني بأي طريقة كانت لأنني سأعيش لتأخذني من مور سيوريز لا مهم كما قالت لكم أنه أتكلف 60 ألف دولار أفضل أفضل فأدامي حل أني أعمل امتحان وتولت المهنة باللغة بسيئة وهيك بقدر أخذ تخصصي بالمجان وكما يدفع لي فلوس فهي الشيء اللي أنا أفكر أني أعمل سوف نرى إذا لم أزبطت معي ولا نجحت هناك شيء ثاني ممكن أقدر أفعله لكي لا تشاركه معكم على فترة رأسي مصدع من الموضوع لكي تتعرفوا كيف أنا أفكرت أحبت الأفكرت بأن أنا شخصية مرغوبة أنا شخصية محبوبة أنا إنسانة حلوة أنا شكلي حلو أنا مثقفة أنا إنسانة لافة كذا دولة وفاهمة وبقدر أطلع نفسي من أي موقف أنا بحب أهلي أنا أهلي راضين علي ظلت هيك بحكي كلام حلو والله ظلت أطلع في المراية وبحكي هيك مع نفسي وبعدين قلت أنه انتش الله حلميني انتش الله موفقني انتش الله معطيني فزي ما الله رزقني الشيء اللي عندي حالين فأكيد رب العالمين رح يفتح لي باب إذا مش الباب اللي أنا بدي إياه فرح يفتح لي باب ثاني في خير أكثر وبس هيك أقدرت أني أنا أرتاح شوي وهلا رح روح أذكر لي أحاول أن ينقذ ما يتم ما ممكن يتم إنقاذه في هذا اليوم أني راح على الفاضي بصراحة بصراحة مقررة قرار أنه دائما كنت أقشل استمتاعي لفترة معينة من حياتي يمكن لمدة أربع سنوات أو خمس سنوات من حياتي دائما بأجل فكرة الاستمتاع إلى أن أحقق الهدف لا تحقق الهدف أو ما رح تحقق الهدف لن أجعل حالي أسقط أو يصر لي إنهيان عصبي بصراحة هذا الشيء وتروح سنوات عمري على الفاض إذا تحقق فهذا الشيء حلو ما تحقق وأنا لسه عم بصراحة فأنا رح أستمتع بالجهرني أستمتع بحياتي رح أفرح بالشيء بسيط رح مش رح أضل أنطر إنه أنا حتى تجي عندي فرصة عشان أسوي شيء كبير لأهلي عشان أفرحهم لا ممكن أفرح بوردة ماما ممكن أشتري لها ما بعرفش شحاته ممكن أشتري لها كوفي بطلعة تمشى أنا وياها نحكي نسولف سوا هاي هي التفاصيل البسيطة اللي إحنا نتغافل عنها ونتجاهلها ونفكر بس أنه دائما نحتاج المادة فحبيت بس أجارك معكم هالشيء بحس أني القناعة عن جد هي كنس ما يعني هالشيء إنه إحنا نوقف على السعي أو نوقف حياتنا لا نظل دائما نس على التطور ونحسن من حياتنا بنفس الوقت ما ننسى النعم اللي إحنا فيها ما ننسى الشيء اللي عنا صدقوني صدقوني كل مرة أشوف مرف وانا بدرسي مادة الباطنة يعني أمراض أو مرض اسمع بها في حياتي بقول الحمدلله يا الله الحمدلله يا الله إنه أنا عايش حياتي طبيعي الحمدلله ما عديها الأمراض الحمدلله إني أنا بتنفس بشكل طبيعي الحمدلله إني أنا ما بعرفش عندي جلدة طبيعية بقدر أمشي بقدر أعتمد على نفسي بقدر أفكر بالشكل طبيعي الحمدلله على كثير نعم حرفين احنا ضرقانين بالنعم وأهم نعمة هي نعمة الصحة ومش أخذين بها خلصت فلسفة الليوم بعرف كثير ناس بس أنا بحكي بيحبوا انه أنا بحكي وبعرف في ناس لا مش مهتمة بها الشي مهتمة بس أنها تشوفني عم باك أنوي هذا هو حالي اجساما حاليس راح تشروا ربع حرفين أنا متأخرة و لنفعلها لنفعلها والنفسي راح تتحسن وكل شي راح يتحسن وسيحبط الله بعد ذلك أمرا و الحمدلله دائما وأبدا لنفعل بسم الله تبكة الله لا حول ولا قوت إلا بالله بسني وانا جمدا كل الدنيا وخطفني من الأحلام بسم الله مهتمة 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 ترجمة نانسي قنقر سبيل بسم الله بسم الله الحمدلله اليوم احسن بكثير احدظتها Steam Online لأن صراحة إذا كنا في مستشفى المستشفى بيد كثير يوم اليوم سوف يذهب في المواصلات ونروح حاولة وليس يعرفون مذاكر ونقل على أي شيء بصراحة كان المفروض يا له أنه يرسم عطلة المذاكر الإمتحان وبع Willyنا لا نعن له وقت في الأيام العديل من داوم فيها لازمنا نجهز الامتحان على ظنفة الامتحان أنا كفتوري لحفرجيكم لها بسرعة وإن بلش طبعا أهم شي عندي حاجة فيها شوغر فري هل فيها 19% بروتين هذه أعددة شوغر ما هي هزل نات و كوراميل سأأخذها مع الكوفي و أقوم بتبايا و أقوم بتبايا و ساعة لازم نهده قليلا و لازم نشوفه الحاجات التي نحن لديها و نتعلمه صبره أكثر حتر إنا مشكلتي أنه صبري لم أعد موجود حتر نشوفي روحي على مدى سنوات طويلة لـ 19 سنين و أنا أتحاول و لم أفهم حتى شي معناها ما زلت محصل لش موك و أنا خاطر إنا طريق اللي اخترته ومعناته للبرشة فطبيعي إني أنا ما نحصدش حاليا لكن نحس إنه ما عادش عندي برشة صبر فهذا كعليش و ليس مهم كما تحاول هذه أهم حاجة ما دمني حية ما دمني نتنفس نحاول و ننفذ و نسع كيف ما يقولون نحن علينا بالحركة و رب علي بالبركة لن تمطر عليك السماء ذهبا و لن تنحني من أجلك الجبال فقم على ناصية الحلم و قاون هذا يخي الحب و راهي الحب أغرطة بالبعاء المية التبعية لازم دائما تكون موجودة و حاجة أحلوة بصراحة بصراحة دائما أنصحكم منكم في المذاكرة يكون عندكم كثير مية لانو حتى لما تكون عسانين أنا تصحيني بشكل غير طبيعي و تعطيني طاقة فحاول دائما تكون عندكم مية موسيقى هاو مرحبا تذكروا هم الأجواء هذه كنا نعمل في سنة ثالثة أو سنة رابعة حتى بالله في سنة خمسة سوينا بس مره بكس بس مش بهذا كنت بالبخور كنت أسوي عشان يخلي الطاقس البيت روح ارحلي ايتها الأرواح الشريرة حاسة حالي أحضر في جين كل عادة شيء بالمطبخ هناك ماي ايست كوفي عملتها بالالمند ملك وهناك حاطة فان كيك اوف كثير مش جيد chciaلوا لانه زود احضرنا نسبة البروتين كثير وهناك فروت وكمان طبعا المياه دايما موجود ولا يزيد binnenى...THED ناجد درجات الروح ماينه وب bevor financing لا يصدقى أنه سيحصل الوصف سيحصلوها الاجت اوووووهW تطرفوا هذا في الأفلام الهندي لا نعرف شو يقولو بكرة حاليا عندي ساعة قريبا من ساعة 8 يعني ساعة سبعة وربعين دقيقة أو خمسة وربعين دقيقة مش مهم عندي بكرة مشفى الساعة 11 الصبح يعني لازمني أصحى الساعة 8 عشان أقدر ألحق أني أنا أوصل المستشفى لأنه كثير بعيد فمما يعني وعندي كثير مذاكرة الحبل الشيء من الساعة 8 يعني حاليا لحد الساعة يكوني أربعة الصبح اوه نمشي فاق اوه نمشي وفاق اوه هك اني أكفر انا هيك صحى من انه هيك سمي يسربينينا الريحاتين دقيقة جبيا ارحلي أية ورواح الشريرة الحرقة تلتقى السلبية الله نجحني في الامتحان وابعد عنا شمادة الأشرار واللهما أني اولي دي استعب الصيف نجحنا 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 نجحكم ونجحكم وننجحكم هم بخرلكم بخرلكم ولدتي باش تنجح اوكي خلصت فقرة الهبل يلا روح نذاكر الحب هو الحب ايه هو النصر ايه حبيبي مني عليك حبيبي محشني عليك حبيبي اخبارك ايه اخبارك 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 اشتركوا في القناة الكاميرا مش ماشية معايا حاديا ما يقرب الساعة اثنين صراحة 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 يتفجر وكثير تعبانا قلت انا ماربعة ساعت وصحة ساعة ساعة الصباح ذكر لي ساعتين او ساعتين ونصب بعدين اروح اتجهز للمحاضرة فاشوفكم ساعة ساعة الصباح good night good night good night جانا من بيني زبط شعري كما انتم شايفين حطيت ميكوب بعدين الدكتورة بتقولنا ما فيش مشفاء رح تكون المحاضرة زوم فارسلت لصديقتي لي هلمونيتر تابع لغروب وقلت لها انه تسألها على درس بكرا عشان في عندي ساعتين حالين حتى يبدأ درس زوم فاني اذاكر فيهم شايفين يا جماعة كيف شعري صار طول حلو حلو شايفين الفرق ما بين انا لما اكون اذاكر شعري كشة مبارفش ايش وحلتي حليلة وما بين انه انا طلع برا وانا حالي بخط وانا دراها برا تبغو وانا دراها برا شعري شعري اهلا بكم اهلا بكم مرمورة عملت سؤولة ب كلم ماما ميا اه بمدلي شوي بعد ما خلصت المحاضرة عملت سيلا بها وصحيت على الوردر مفيد صحيت على الوردر وصلنا بالسوبر ماركت طلب هايك اشياء عرفتوا صحية انا حموت بالجوح حاليا فراح وحاكول بسرعة ونبلش نذاكر شوف شو جبت جبت هذا مخصرت بحكي روسي هذا هو جلوتين فري هاي كمان جلوتين فري يوه ياه غلطت في الطماط جبت طماط سيري جبت هذا عشان نسوي به قهوة تماما شيئ كمان حابة اجربها بروتيم بار والاهم شيئ انا طلب عليهم الوردر شايفين هذول كلهم حباشكالاتي الصفحية سو هذول هني حباشكالاتي هذه موش دفئة شانية سربنينا هاين بروتين فهي 20 جرام اف بروتين جربت قبل بالفانيلا وحابة اجرب هذي بالشوكولات بس انا عندي حسية بس قلت او اتسوكي ولاقيت نوعية ثانية هاي بالكارامل قلت كما خلي نجربها وهذا الاشياء يعني فيهم بروتين هاي فيه بروتين هاي بازغلوتين وهذي بازغلوتين شي حلو وبالسخر على فكرة كمان يعني بدون سكر يلا نروح ناكل لك حبدي يشبه لك يكون زيك قليل ماري زيك ومره وش مصل ويحصن فيه كي نفسي خلينا نجرب بس بالشوكولات جربت شي ما بحبه جبت الشوكولات رغم انه عندي حساسية شوف لك شنوه هاذا شنوه نجميش نحلوها لها الدرجة أنا عندي ذي أبن شي النقط اللي مورده هناك ذك احلى شو اوو يا ربي أنا أفوي Аكثر من الذين لازمي لازمني أغير في الطبيعة بسم الله ممممم البيع الباعث الجوكلت أنا لا أشب المباني blue ممممم طبعا فاة الفاينيلا أحب كثير يعني بما إذا لم تحب الجوكلتة قليلاً طعمتها من الأول مقرفة بس نضفلها هيك يضب شوية الثلج بس الحلوة هذا الثاني قلم يخلص من لما بلشت مزاجرة موسيقى يوجد بعض القويسات نحن لم تكن مذكرة للمادة هذه يلا لما لك يا رب 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اصدقائي على حين الوقت من صابة لطول من ماء تجوع دالة سلطة فى شكل هاته حلوى سعوى اسبانيا بخير على اسبانيا واليشام لانه المدف سعوى ناعد اكثر من قرام 160 كم والوزن تقريبا بصفي 104 كم بالسرحة لازم اضيف كمان بروتين لانه لا نشرح بفرر شكلي سوف أخذ بعض المجبهة الثانية مليئة بالبروتين سوف أتأكد اوزن لكي أتأكد 209 قولوا انتم في شوية دهون ما تصفتش اليوم تمشينا حلوسة آخر يوم مروح اتمرن فيه كان يوم الأحد اليوم الخميس سوف أتمرن جمعة وثبت وأحد بكرة سوف أتأكد فيه نفسي أنا عملا بأكل الصراحة يعني عملا بأكل وكثير سكريات خاصة الفروت فإن شاء الله ما أكون خبست كثير ربي يستر اوتفت اليوم براية أنا مش فضلكم لما أفضق لكم لبس أي حاجة فوق أي حاجة مش نمشي نتمرن فاقة ماخر فاقة أصلا قدرة قاطر مش نموت بأنه بربما عادش حتى واحد يسألني ميري ازاي بتسهر يوم والكلام ده يا جماعة أنا عندي مرض اسمه سليب ديزاردر ورح موت رح موت عن جد كل يوم صدع وكل يوم حالتي تشكر ربي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قصة أشتركوا أصلا قدرت أشتركوا أشتركوا في القناة شو اللي صار اليوم كانت الحصة القابلة الأخيرة بكرة الحصة الأخيرة فاليوم ما بحكي لكم على التعب اللي انه في الحموز بالتعب نمت ساعة كثير متقطعة لانه كان عندي موعد مع دكتورة التغذية فكل شوي عم شغل المنبه عشان اصحى بالنهاية دكتورة التغذية دخليني انطر ساعة وشوي ولو لما انا ارسلت لها ما كانت راح تقول لي اصلا ان هي كانسلت لانها مريضة مش هذا موضوعنا انه انا لازمني اروح اذاكر بعد ما ااخد درس البيلاتيس قلت مستحيل يا مرورة تكنسل لو تعبانا لو راح تموتي لو ما عندك وقت انك انت تذاكري لا راح تروحي للبيلاتيس كلاس لانك انتي قلت انتي قلت حشان مزاكري يوم الاربعة فمش راح تكنسل اليوم حتى لو كنت مع اصعب دكتورة حرفيا الدكتورة شويز كارديولوجيست كارديولوجيست ما عندهم شي مرحميني اطقل صعبة جدا بتسأل اسئلة جدا عميقة اسئلة جدا كثيرة بدها كثير ضح بدها كثير مذاكرة فاللي راح يصير كالاتي راح اروح اغير جو في البلاتيس باش مش راح اسوي كارديو عشان ما عندنا وقت لاني خليني انكم قدش ساعة هلا حاليني ساعة سبعة دكتورة ساعة ساعة ونص وحارجع للبيت قوله حبلش مذكرة انكم تساعة ونص لاني حاسوي اكل فمفيش وقت انيوي هذا هو راح اروح للجيم واصور لكم الموبايل والكاميرا راح تتفحلين فلازمي اروح اشحنها وبس لبسة هذا هو الاوتفت على فكرة مش هيك والمفروض هيك عرفته بس انا لاني مستحية اطلع بشي زي هيك فبحس ان نجم اكثر مكان انا موسيقى صديقتكم يا اصدقائي عايشة تشرد بكم الاني عايشة موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مرحبا ايها الاصديقة هل هي رجعت من المشفى بدون ما أحكي لكم يا جماعة الصبح شو صرف إياه صفحيت وحضرت الساعة 9، الساعة 8 وخمس دقائق لا قدرت أصور لكم لا قدرت أفعل أي شيء لا أسمعت المنبه عندما تحدث معي الحالات أني لا أسمع فيها المنبه عندما في فترها طويلة لا أبنى ممنح وفي قلة نوم تأتيني فترة أنه خلاص في عالم ثاني بس سبحان الله سبحان الله صحيت من نفسي تتعرفوا عندما تكون شرين هم شي معين فالحمد لله جعلت بس المعلومات التي عندي في التاكسي لأنه كان الطريق ممكن خمس عشرين دقيقة فظلت في الأوبر براجع وهيك عوضت يعني الوقت اللي أنا مسحيت شويه هيك خلصنا الحمد لله خلصنا المادة حاليا احنا في فترة المراجع بس ملاي أصدقائي شهر كامل أحمل فيه نفسي شيفين عيوني دايما 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 هيك حمراء ما عم بكل صح ما عم بكل حكيفتي من البروتيني إنه بنسى تخيلوا أنا بحب الكثير الأكل بنسى أني أنا لازمي أكل تخيلوا سناك هذي إنه غلوتين فري لاكتوز فري لا يعرف هل بقلدها أو لا؟ اليوم رح أشبع نوم بعدين نبدأ نرجع نذاكر مرة ثانية نحطوا لايك اشتركوا في القناة تحبوني في الطعليقات معكم ورسلتكم ميرا من قلب الحدث والله أهملت حتى بشرت تقريبا هذه سبحان الله سبحان الله كل ما أجي أصور لكم فيديو هل أدئنوا أنا فيديوهاتي تبع شهر يعني كل شهر تقريبا أنتو حضرين البروتين معي هاي حبوب البروتين رح تيجي وبشرتين شايفين كيف تعبانا لإني لا سكين كير لعم بكل صح الحمد لله مسترس ما عم سوي سكين كير تبعي أولا بنسى ما عندي وقت ما عندي وقت حتى وقت لأنه لا يوجد سكين كير وهاي الأشياء بس هيك بشوفكم بعدين يا عملي الحلو امتحنا هون في الجهة الخلفية للمشفى هذا يا جماعة كنت أنا زميلي من شوي هو صورني صور كتير حلوة اللهي أنا مستحى منه يعني أنا وزملائي يعني كنا طيبين وكنا يد واحدة ولكن ما بنحكي كثير مع بعض أو ما عنا هدي كلمة اليوم والله إبراهيم شكرا لك فظل إبراهيم اليوم عم يصورني حتشوا في الصور عم ستاق لكم انجحت وانجحت نجحة آري الحمد لله وهي جريد يعني احنا أربعة في الجروب أخذنا الأربعة وهي جريد دان سيو في الغدد الصمة في آخر فلوغ لسنة خمسة طب أنا حاليا باطبر سنة سادسة بالنسبة لي لأن يخلص باطين الصراحة في واحدة من صديقات قالتلي ميرا سالك فترة ما عم تحكي معنا هالكلمة هذه أنا ميرا المرمورة الحلوة الأمورة ديروا برمحات الأحلامكم وقلوبكم نلتقي إن شاء الله في الفلوغ القادم بسرعة هنا سدقت حلمي وبدأت قالوا عني زمان موم بيضيع وقت لا يوم سلمت ولا استسلمت ووقعت وقمت وامبارح جلد الوقت هنا قلبي من ضوة ده اللي بيتيني القوة في طريقي مشيت واديني سابت من هنا قررت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بس تفهمني وما تستهونش تربى مجروح أو متبينش تقدمت ضحي وتستحمل ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر